اليوم هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية مكتوبة على ورق هي استراتيجية مبنية على برامج تنفيذية وهذه البرامج تنفيذية تشرف عليها لجهان تنفيذية وبالتالي ستجد المسألة لا تأخذ جوانب فقط على الورق إنما ستأخذ جوانب للتعاون مع البنك الدولي مع الوسائل مع إعطاء الخبر اليونسكول اليونسيف أيضا الخبرات العراقية ذلك أنا أصور اليوم هذه الخطة هي ليست خطة تعريف إنما هي خطة عمل وهذه خطة العمل مقرونة بلجهان مراقبة ولجهان تنفيذ أعتقد اليوم نحن أمام حالة لكن أقول بصراحة هل هذه الخطة الاستراتيجية يمكن تطبيقها 100% أنا في تقديري لو طبق منها 60% بالتأكيد سيكون الوضع أفضل بكثير مما نحن فيه سيطور قدرات رياض الأطفال سيطور قدرات المدارس الأخرى المهنية التعليمية الأمور الأخرى وبالتالي يمكن هناك تفاصيل أخرى نتطبق إلينا الحديث عن هذا الموضوع شكراً لك